وارجعنا هضراتكم مشاهدين كرام وصلنا دلوقتي لفقرة التربية الإيجابية واللي هنتكلم فيها عن بناء شخصية الطفل المستقلة طيب ازاي نبني شخصية مستقلة للطفل دي يعني محتاجة اولا ان احنا نبتدي بدر جدا زي ما قلنا في اول حلقة ان احنا نعلم الطفل ازاي يرتب ألعابه ازاي ممكن يروح للسرير وينام لوحده في سنه اكبر شوية ممكن يتعلم الاستحمام لوحده كل سن ليه يعني حاجات معينة ممكن تعلم الطفل الاستقلال في كتاب شهير ستيفن كوفي الشهير اسم الكتاب ده العدات السبع الاشخاص الاكثر فاعلية في الكتاب ده ممكن ناجد جميع العدات اللي بتجعل من الشخص شخص ناجح ورائد وفعال في الحياة بجميع انواعها لازم يبقى الانسان اولا عنده المبادرة زي ما انتوا شايفين كده الطفل قاعد هو بيكتب وجه بنفس طبعا بس القاعدة دي طريقة دي غلط جدا في القاعدة يريد ما انقعدش اولادنا بالشكل ده لكن يقعد على مكتب او حاجة عشان يقدر يكتب الوجب لوحده خلينا نقول انه لازم يحدد الهدف ونحاول نقوله انه لازم يحلم انه يكون حاجة معينة مهم اوي من الصغر نردد على مسامعة الطفل انت عايز تبقى ايه؟ ماينفعش مثلا الطفل عنده 7-8 سنين مش عارف هو عايز يبقى طبعا هيغافل بعد كده رأيه مرة واثنين وثلاثة لكن مهم اوي ان انا اقوله انت عايز تشتغل ايه؟ انت عايز ايه لما تكبر؟ يعني لازم يبقى عنده هدف نخفف التدخل عشان نزود استقلال الطفل نحاول نخفف على قد من الدر ممكن يأكل الوحد وخلاص نسيبه يأكل الوحد ممكن يدخل التواليات الوحدة او الحمام نسيبه يدخل الوحده ممكن يستحمل وحده نبقى مرأبينه ونسيبه ويعمل ده الوحده ممكن يعمل الواجب لوحده ويعمل اخطاء مش مشكلة نسيبه يعمل الواجب ونشوف الاخطاء بعد كده ونصلحها مع بعض لازم نعلمه انه المسؤول نحرس ان احنا نقوله انك لازم تبقى طفل مسؤول عن قراراتك نسيب خياله يفكر نخليه يعني يبدع لازم يبقى عنده اولويات لو عنده مكانين لازم يروحهم فلازم يزبط وقته وهو يروح انهي مكان فيهم هو اللي يختار بنك العاطفة لازم ما يبقاش عندنا افراط في التدليل ولا برضو ان احنا نشد جدا يعني يبقى عندنا توازن في علاقتنا مع الطفل الفهم والتفاهم لما يبقى عندنا في مشكلة الطفل يشعر بيها او حاسس بيها لازم نفهمه ونسمع له المشاركة والتدفر ودي برضو مهمة جدا ان احنا نحاول بقدر مستطاع نسمع للطفل ونشاركه في ألعابه ونشاركه في اهتماماته التوازن وده اهم ما في الحياة انه من نهملش جانب على جانب اخر لو هو متفوق في الرياضة فما ينفعش ان انا اركز على الرياضة جدا واسيب الدراسة لو هو متفوق في الدراسة ما ينفعش خالص اسيب الدراسة بس كل المجهود الدراسة واسيب الرياضة لازم يبقى في توازن عشان الانسان او الشخص ده يحس انه بيقدر يقسم وقته بطريقة مختلفة وبالتالي يشعر بالاستقرال هنروح مع حضركه دلوقتي الفاصل سريع وبعد الفاصل هنروح لازاي ناكل صح وفوائد التين للجسم بعد الفاصل اشتركوا في القناة